السلام عليكم ورحمة الله أنا حسين ربا يحييكم في هذا الدرس 10 عن خاصة الويت كيف تستخدمها في التحكم في اللي اوت الخاصة في تطبيقك لتجعله يعمل على أكثر من هاتف في عرض مختلف محافظة عن نفس درسة عرض الخاصة به ينفرض أن تديك هذا الراو هذا الراو بـ 2 بوتون أنت تديد هذا الووتون تأخذ وهذه بتنكحها معهم تأخذ نفس المسافة من الراو لذلك هذا يكون الويت الخاص بها واحد وهذا يكون واحد يعني كل وحدة من عندهم تأخذ واحد فعندما يقارن كم هو الراو هذا طوله كل وحدة الويت واحد فكل وحدة نصف نصف لو كانت هذه أكثر كمثال الويت الخاص به اثنين سوف تكون أكبر لو هاي مثل كهذا السبعة انظر تكبر وهذه تصغر إذن هذه الفكرة أن الويت هو كم المسافة التي يشغلها الـ object من الراو أو من الـ column بما أن هنا أنا أتحدث عن الراو فهم الاثنين في رو واحد فأنا أتحكم فيهم في رو واحد لو جئنا الآن هذا عندي columns feature row هذا الراو وهذا الراو أنا أيدا هذا في كل الهواتف يظهر في الأسفل في حين هذا يملأ الشاشة أنا لا أعرف كم يكون عرض الهاتف يعني ممكن يكون كبير صغير عرض لا أعلم لأن هذا يبقى أنه على طول في الأسفل وإذن يحافظ على عرضة ليس أكثر من عرضة يعني مجرد عرضة نفسها الأصلي حتى أجعل يحافظ عن عرضة الأصلي أعطي الـ weight صفر يعني هو عرض الأصلي لا زايد ولا ناغص هذا أريد أن يعرض لكل الشاشة فأعطي واحد فإيش اللي حصل اللي حصل أنه كم هو طول الشاشة هذه طول الشاشة تبدأ من هنا إلى هنا كم شغلت الـ ويبيو أخذت واحد من الـ weight واحد بمعنى كل الشاشة هي أخذتها لكن لا تستطيع أن تأخذ كل الشاشة إن هذه جزء من الشاشة مجغولة بعرض محدد فسوف تتركوا العرض المحدد المجغول لغيرها وتأخذ كل جزء المتروك الآن هذا اللي آت أذهب وشغله على مختلف هواتف نفرض أنه أنا أعرضها في التابلت هذا ننظر بقى محافظة على طريقة عرضة نفسها نفسها هذا الـ row في الأسباب وهذه طريقة العرض وعرضها في نكسز 7 نفس طريقة العرض لم يتأثر في حين جرب أنت لا تستخدم الـ weight إذا نستطيع أن تحرر على طريقة العرض الخاصة لك في حين الـ weight يمكنك من هذا الشيء شكرا لك وانا تغير في درسان أخرى إن شاء الله